حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام أصدقاء المستمعين تحية طيبة أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام نتحدث اليوم عن الحفل الرسمي والشعبي الذي واكب افتتاح بيت المغترب اللبناني الروسي في مدينة البترون الشمالية وفي فقراتنا الفنية نتعرف إلى المغني الروسي ليونيد أغوتكين مخصصين أغنية الحلقة له لكن قبل ذلك نتوقف عند الحفلين لدين أحيهما كرال الجيش الأحمر السوفيتي في بيروت أطل كرال الجيش الأحمر السوفيتي عبر حفلين ضخمين في بيروت أدى فيهما أشهر الأغنيات التي ترافقت مع مسيرته الطويلة وقد تميز الحفلان بتفاعل كبير مع الجمهور اللبناني المتذوق للغناء السوفيتي وقد نظم الحفلان بالتعاون مع سفارة روسيا الاتحادية وسوليدار حيث حل اللواء فيكتور يالي سياف على رأس أكثر من 120 منشداً وراقصاً وموسيقياً لتقديم أمسيتين عند واجهة بيروت البحرية وقد رأى الناقد الموسيقي الزميل بشير صفير في مقالة نشرتها صحيفة الأخبار أن تنظيم حفلتين لجوقة الجيش الأحمر في بيروت ليس خبراً مفصولاً تماماً عن السياسة الدولية واعتبر صفير أننا في زمن استرجاع كرامة روسيا التي ضاعت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي جوقة الجيش الأحمر لم تتوقف عن العمل لكنها اليوم تطل على الجمهور في العالم بفخر هي صورة مصغرة عن روسيا بوتين روسيا القوية بانفتاحها الاستراتيجي من جهة وباعتزازها بهويتها وتاريخها قبل الاتحاد السوفيتي وخلاله أيضاً من جهة ثانية لكن للموسيقى أيضاً قوة مستقلة عن التغيرات السياسية الاتحاد السوفيتي انهار والجيش الأحمر تغير اسمه قبل الانهيار ثم تخلى عن عقيدته بعد الانهيار أما جوقته العظيمة فلم تهتز لا شكلاً ولا مضموناً ويجب توضيح أمر مهم فجوقة الجيش الأحمر هو اسم لفرقتين تأسست الأولى في العام 1928 والثانية التي زرتنا في العام 1939 وهما الوحيدتان المخولتان رسمياً حملة هذا الاسم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 أصدقائي في حفل رسمي وشعبي ومشاركة حشد من متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي في لبنان تم افتتاح بيت المخترب اللبناني الروسي في مدينة البترون الشمالية عن الحفل تحدثنا في التقرير التالي الزميلة كارولين بازي لمناسبة مرور سبعين عاما على العلاقات اللبنانية الروسية تم اطلاق مشروع البيت اللبناني الروسي في مدينة البترون خلال حفل أقيم في حرم الميناء في حضور السفير الروسي في لبنان أليكساندر زاسيبكن ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ورعي أبراشيات البترون المارونية المطران مونير خير الله والمطران يوسف درغام ورئيس جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي في لبنان الدكتور علي قبيسي على رأس وفد من الجمعية ورئيس جمعية الصداقة اللبنانية الروسية جاكسان راف محافظ الشمال القادي رمزي نهرة مدير عام النفط أورور الفغالي رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون طنوس الفغالي الأرشمنديت جورج أسافيتي ممثلا رعي أبراشيات جبايل والبترون للروم الأرتودوكس المطران جورج خضر الشيخ رضا أحمد قائم مقام البترون روجي طوبية رئيس بلدية البترون مارسلينيو الحرك رئيس رابطة مخاتير منطقة البترون حنى بركات نائب أمين عام اللقاء الأرتودوكسي حبيب فرح رؤساء بلديات ومخاتير ممثلي أحزاب وطيارات سياسية رؤساء جمعيات وأنديا وروابط وعدد من خارجي معاهد وجامعات روسيا وحشد من أبناء منطقة البترون ومدعوين بداية كانت محطة أمام البيت اللبناني الروسي حيث رفع العلمان اللبناني والروسي ثم كانت جولة داخل البيت فزيارة لكنيسة مارجرس ثم بدأ الاحتفال بالنشيدين اللبناني وروسي قدم للحفل المحامي سيد فياض فلوحة رقص روسية ألقى بعدها الوزير باسيل كلمة قال فيها فإن شراكات عديدة تجمع بين بلدين فأهل روسيا لا يزال شرقيين لم تجف عندهم العاطفة ولن تفت عندهم المبادئ ولا اقتادوا بالمصالح فقط دون أي تأثر بالعلاقات البشرية وصديقهم صديق وكلمتهم كلمة لا يتخلون لا عنه ولا عنها والتحديات المشتركة بين لبنان وروسيا في المستقبل هي عديدة من السياسي الديبلوماسي إلى الاقتصاد المالي حيث بلغ حجم التبادل تسعمائة وواحد مليار دولار مليون دولار في السنة الماضية إلى الاجتماعي المجتمعي بمعناه طبيعة المجتمع وأسسه وتكوينه وهو مجتمع فيه التنوع بالدين والانتماء والكيانية والعرقية والريف والفقر وغيره وعلى رأس هذه التحديات يأتي البعد الإنساني أي الإنسان بحد ذاته ومعيشته وحقوقه وحياته ووجوده وهذا ما أتى بنا إلى توقيت اليوم وهنا نأتي إلى التوقيت وهو الأهم توقيت طرح موضوع الإنسان الموجود في الشرق والغرب في المسيحية والإسلام واليهودية والبوزية والإلحاد حتى في مواجهة اللا إنسان الذي هو داعش المعركة اليوم هي بين الإنسانية والبربرية بين الحدود في المنطق والجغرافية واللا حدود في الجنون والأوطان بين القيم الأخلاقية والإيمانية والإنسانية واللا قيم واللا أخلاق واللا إيمان لا إيمان بالله ولا إيمان بخلقه المعركة لم تعد على حرية المعتقد وعلى حرية التفكير والتعبير ولا على حقوق الإنسان والحق بالمعرفة والحق بالوجود والحق بالحياة الكريمة ومشاكل المعركة أصبحت على الحق بالحياة مجرد الحياة وروسيا هي نصيرتنا بهذه المعركة وقد قلنا أن الحرب على داعش يجب أن تنطلق من الأمم المتحدة كما تماما كما حصل بالقرار الأخير 2170 وقلنا البارحة أنه لا يجوز إبعاد أي دولة راغبة بمحاربة داعش لأن الأمر يترك لداعش مجالا ومكانا للبقاء والتغلغل والتمدد لاحقا واليوم نقول أنه لا يجوز عدم تخطي أي خلاف سياسي محلي إقليمي أو دولي من أجل إزالة داعش روسيا هي نصيرة الأقليات في المنطقة ليس في مواجهة أكسرية في المنطقة لأنه لا أكسريات في المنطقة والعالم إلا بمقدار اعتمادها للحق الإنساني وقد قلنا البارحة أن تصدير الأقليات إلى الغرب هو مؤزن تماما كما استراد المقاتلين الأجانب إلى الشرق ونقول اليوم أننا نحن الأقليات نحن الأكسرية في الشرق والغرب ونحن كنز كنز هذا الشرق بتنوعه وأن الغرب لن يحل مشكلة تناقصه باستيراد أعدادنا واستلادها وأن الغرب سيكون جاف قاحل بفكره وقلبه إذا ما ترك لداعش ما تركه للقاعدة من قبلها من فسحة هواء بدل خنقها وأن كرة تدحرج التقصيم ستصل إليه في بريطانيا وسكوتلندا في إسبانيا وكتالونيا في فرنسا وكورسيكا وأعد إلى ما لا نهاية روسيا هي نصيرة المقاومين في العالم ونحن المقاومة في هذا الشرق نحن قاومنا الاحتلال من أي جهة أتى ونحن قاومنا الإبعاد والنفي والسجن ونحن قاومنا الأحباط والإقصاء واللا مناصفة ونحن قاومنا الفساد والإقطاع والميليشيات في الحرب وفي السلم في الشارع وفي الدولة في السلوك وفي الزهنية نحن قاومنا وسنقاوم داعش وأخواتها في الميدان وفي السياسة نحن قاومنا وسنقاوم داعش وأخواتها في الميدان وفي السياسة مع الجيش ومن ضمن الدولة إن من سهل بالنار للمحتل الدخول طورا ومن صلى له للدخول طورا ومن قبل باتفاق الإزعان ومن أسقط القانون الأرثوذكسي ومن يقبل بأي رئيس للجمهورية ومن اعتبر أن داعش هو غير موجود وأن معلولة لم تحدث وأن الموصل لم تهجر هو تهرب من مسؤولياته في المقاومة طويلا أما الآن فإنه آن الأوان وباعترافه واعتراف الجميع بوجود السرطان بأن يعود إلى المقاومة في كل معانيها وأن يتخلى عن سياسة المناكدة فلنضع سياساتنا الخلافاتنا السياسية جانبا ونقاوم معا وجميعا هذا الخطر التكفيري الداعشي الوجودي فنستحق أن نكون أبناء المقاومة ونستحق أن نكون أوفياء لشهدائها ولا نستحي من أنفسنا إذا سألونا ماذا أنتم فاعلون بتضحياتنا ودمائنا وتراثنا وتاريخنا تعالوا جميعا لنقف أشداء أقوياء معاندين مؤمنين كمن سبقنا وترك لنا هذا التراث تعالوا وفي مداعش تهدم الكنائس وتكسر الصلبان وتحطم الأيقونات تعالوا وانضموا في بناء كنائسنا وإعادة ترميمها وترميم زاكرتنا من النسيان وترميم إيماننا من الشك والخوف ثم ألقى السفير الروسي كلمة أكد فيها مشاركته آراء بسيل حول طبيعة المحلة الحالية على الصعيدين العالمي والإقليمي وقال عندما أصبحت كرامة الشعب مهددة فنحن وقفنا بحصم ضد هذا الهجوم الشارس علينا ضد التزوير للنهج السياسي الروسي وهذا النهج هو معروف خلال عشرات السنين وأننا كنا ولا نزال نعتبر أنفسنا في صفوف الأولى للدول تحارب الإرهاب وهنا في منطقة الشرق الأوسط نحن كنا من أوائل الذين شعروا إلى خطر للهاجي الظاهرة في الوقت عندما بعض الأطراف الأخرى كانت تمول وتشجع الإرهاب في هذه المنطقة واليوم نحن نضع إلى التلاح والتوحيد الصفوف للمجتمع الدولي لمكافة الإرهاب بجهود مشتركة وليس بتكتلات وبالتعاون بدرجة الأولى بين الأنظمة ونحن نقدر علينا جدا المواقف المبدئية لسياسة الخارجية لجبلوماسية اللبنانية فيما يخص بضرورة الاعتماد على الأمم المتحدة على قرارات مجلس الأمن في هذا المجال ولا يكون هناك عزل لأي دولة التي تقاوم وتبذل الجهود الفعالة في مجال مكافة الإرهاب إعادة إلى الموضوع الذي نحن نتحدث عنه اليوم وهو التعاون الروسي اللبناني في مدينة البطرون فبعض ما شهدنا المشروع وهذا كان شيء بنسبة لي شيء مشجع تير فأنا شايف أن هذه البداية تير منيها لنطورها لنطورها في إطار العلاقات الودية بين بلدين وإعتمادا على القدرات القدرات الزاتية هنا والمساعدات لهذا المشروع أنا أريد أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه الشكر شكر إلى معل الوزير الخارجي جبران باسيل على دعوته ورعياته هذا الاحتفال الذي يصادف ذكرة السبعين سنة على تبادل الدبلوماسي بين لبنان وروسيا والذي يؤكد عنك الصداقة المتينة التي تربط البلدين والشعبين كما أتوجه بشكر إلى رئيس بلدية البطرون سيد مرسلينو على استضافاته لنا في مدينة البطرون والمساعدة اللوجستية التي قدمتها البلدية لإنجاح الفكرة وأود أن أشكر الصديق أمال أبو زيت الذي قام هو وشركائه الروس بتأمين المبلغ المالي اللازم المطلوب لتأهيل وتجهيز البيت الثقافي اللبناني الروسي في البطرون ليكون مركز لقاء والتواصل بين اللبنانيين والروس المتواجدين في هذه المنطقة والجوار بالإضافة مركز حوار وتعارف على حضارة روسية وتعلم اللغة الروسية وغيرها من النشاطات التي تعمق العلاقة والمعرفة بين الشعبين أما رئيس بلدية البطرون مارسلينيو الحرك فأكد على أهمية العلاقات اللبنانية الروسية التاريخية العميقة والسياسية والاقتصادية والدينية وقال نحن لا ننسى وقوف الروس إلى جانبنا أيام اضطهاد المسيحي وعند كل محنة وتمنى أن يحمل البيت اللبناني الروسي أهدافاً اجتماعية ويكون محططاً لحركة اقتصادية بين لبنان وروسيا فنعزز صعود شعبنا في أرضه وهذا هو هدفنا وهدفكم كما شدد على الإرادة الصلبة ببناء البيوت مهما اهتزت الدنيا من حولنا فنعيد المغترب إلى بلده ونفتح قلوبنا ونقول للعالم أن هناك شعوباً ترفع سيف الظلم والإرهاب ونحن نرفع سيف المحبة والحضارة والعلم والثقافة التي تقتل الظلم والإرهاب وألقى الدكتور أديب موسى كلمة الخريجين فشكر باسم الشباب اللبناني ما قدمته روسيا لنا ولما لها من فضل علينا في تلقين المعرفة العلمية وتأمين الاختصاصات على اختلافها مما أتاح لنا فرص العمل والإبداع وخدمة الوطن والإنسان فيه وثمن رسالة روسيا في خدمة الشعوب والعمل على تطورها ورقيها وخدمة العدل والحقيقة في العالم أجمع ولقد أثبتت الأحداث العالمية وخاصة عندنا في الشرق الأوسط صوابية وصلابة موقفها وشكر للوزير باسيل سعيه لتوطيد العلاقات اللبنانية الروسية كما شكر لبلدية البترون احتضانها للبيت اللبناني الروسي وفي الختام جرى تقديم دروع تذكارية كما كانت عرض مصور عن معالم المنطقة القديمة في مدينة البترون وتخلل الاحتفال معرض فني روسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وغلاب سكرا للموته وغلاب سمسل مندي بأمراحة حقيقة منصب وغلاب كما أنت خرط وشكر لا يحقق لا نامحة وشكر للمزيد وغلاب عزيل بأمراحة سيطان وگرين ترجمة نانسي قنقر وغلاب الأمراحة وارغلاب وأشعال موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عندما كان في السادسة من عمره التحق بمدرسة الموسيقى بالتوازي مع دراسته في المدرسة وقد تخرج من مدرسة موسكو لموسيقى الجاز اختصاص البيانو بين العامين 1986 و88 خدم في قوات حرس الحدود السوفيتية على الحدود مع فنلندا في العام 1992 تخرج من معهد موسكو الحكومي للثقافة اختصاص الاخراج المسرحي والتمثيل وفاز في العام نفسه في المنافسة الدولية للفنانين الشباب يولت 92 بعد أدائه أغنية الصبيحة في القدمين ثم فاز في العام التالي في المسابقة الدولية لأغنية البوبل الشباب جرمالا 93 وأطلق في العام 1994 ألبومه الأول الذي حمل عنوان أغنيته الأشهر الصبيحة في القدمين فكان نقلة نوعية وحاز على أعلى المراتب وساهم بوضعه في قمة عالم الموسيقى الروسية وخوله الألبوم أن يفوز في ثلاث فئات مغني العام وأغنية العام وألبوم السنة وأصدر في العام التالي ألبومه بعنوان دي كاميرون جنبا إلى جنب مع فنانين مثل فليب كاركوروف، فاليري ميلادي وغيرهم في العام 2005 سجل اليونيد والأسطورة عازف الجاز الأمريكي ألدي ميولا ألبوما مشتركا بعنوان عالم الحياة وقد بيع منه نحو 900 ألف نسخة خلال ستة أشهر وقد حافظ الألبوم ولأشهر عدة على مرتبة في العشر الأوائل في أوروبا وأمريكا وقد أطلق عليه اسم جسر موسيقي بين الثقافات في 29 من كنون الأول عام 2008 حصل اليونيد على لقب الفنان المكرم في روسيا بموجب مرسوم من الرئيس الروسي موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 قدمت لكم هذه الحلقة زينب فقي من إعداد عماد الدين رائف قدمت لكم